الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذن نطوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أغاكم بغير وإني أضاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصق ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعزوا في الأرض مفسدين بقية الله ضيق لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أنك كما يعبد آباهنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت العليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني من مرقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا لله عليه توكلت وإليه أذيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيد ما نفقهم كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا أرهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهت أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء آمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديانهم جاثمين كأن لم يظنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد التمود ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأردهم النار وبئس الورد النرود وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم يوم يأتي لا تكلموا نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفر وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجذور فلا تقفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آبائهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبا غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فأطلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمى لهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون رصين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصل فإن الله لا يضيع أذر المحسنين فلولا كان من القرون من قبل قمول بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مدرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وآلها مصلحون ولو شاء ربك لدى على الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس يتمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤالك وجاءك في هذه الحق وموعظات وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إنا منتظرون والله غير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه ومع ربك بغافر عما تعملون الله أكبر سمع الله من حمله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنين ألف لام را تلك آية الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تحتلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لسجدين قال يا أبني لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يدت بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويمتم نعمته عليك وعلى آلي حقوب كما أتمها كما أتمها على أبوئك من قبل إبراهيم وإزحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل إذ قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخب لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما هم مصالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أوسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحفظون قال إني لا يحزني أن تذهبوا به وأخافوا أن يأكلوا به وأنتم عنه مغافرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنها إذا لطاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف فعندما تعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على طبيصه بدم كذب قال لذن سولت لكم أنفسكم أمره أصبر جميل والله المزدعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فاجلا دلوة قال يا أبشر هذا غلام وأسره بضاعف والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدولة وكانوا فيه من الزاهرين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرمي متواه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليسوا في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن ترى الناس لا يعلم ولما بلغ أشده آتناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفع الظالمون ولقد همت به وهمتها لولا أرآه مرهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشا إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبل وانفى سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أعراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال إلا غاودتني عن نفسه وشيد شاهد من أهليا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبل قال إنه من كيدكم إن كيدكم نعظم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك قمت من الخافئين وقال نصوة في المدينة امرأة العزيز تراول فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في طلاب الموذين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتلت لهم مدكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأيناه وأكبرناه وقطعنا إليهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كي لهن أصب إليهن وآكم من الجاهرين فاستجاب له ربه فصرف عنه كي لهن إنه هو السميع العليم ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حرين ولقل معه السجن فتيان قال أحد ما إني أراني أعصب قمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي أخذ ذا لتأكل طيب من نبئنا بتأوينه إنا نراك من المحسنين الله أكبر سرع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر